بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة التالتة شهبة الساعات المعتمدة عربي مادة اقتصاديات مالية عامة وضرائب ده الدكتورة ايمان السعيد مازلنا في الضريبة على العقارات المبنية وقلنا ان احنا هنتكلم عن ثلاث نقطة على مدار اكتر من المحاضرة هنتكلم او اتكلمنا بالفعل عن اولا ربط الضريبة اللي خلصناها ثانيا تعصيل الضريبة ثالثا الاعفاءات الضريبية بس قبل ما ناخد اللي هي تعصيل الضريبة هناخد مثال شامل على ربط الضريبة بيقولك نراجب بكل اللي احنا خدناه قبل كده قام احد الاشخاص ببناء عمارة مكونة من دور واحد به شقةين متمثلتين وبترخيص عمارة سكنية وقد تحددها قيمة سوقية مقدرة للشقة الواحدة تسع مليون جنيه وقام هذا الشخص بتأجير احدى الشوق اياد الطبيب والاخر مسكن خاص له ولأسراته المطلوب حساب الضريبة على العقارات المبنية في هذه الحالة طب عندنا هنا مشكلة آآ ان الترخيص عمارة سكنية بينما الاستخدام الفعلي للشقة واحدة الاغراض غير السكن عياد الطبيب واحدة لاغراض السكن الممول واسراته نعمل احنا ايه هل نعمل على اساس الترخيص الحال بتاعنا ولا على اساس الاستخدام الفعلي آآ هو في الواقع على اساس الاستخدام الفعلي هو اللي بنتحسب عليه ضريبيا وليس ترخيص العمارة يبقى اذا هنا هنحسب على ان عندي شقتين شقة عياد الطبيب وشقة آآ للممول سكن للممول واسراته ده مبدئيا فكرة الحال هنبتدي آآ نحسب الضريبة على العقارات المبنية للشقة مستخدمة عياد الطبيب آآ عياد الطبيب يعني الاغراض غير السكن هنحمل القيمة السوقية اللي هي تسعة مليون في ستين في المية آآ هنضرب عشان نطلع القيمة الرأسمالية بعدين نجيب آآ اجمال القيمة الايجارية نضرب القيمة الرأسمالية اللي طلعت معانا في تلاتة في المية وبعد كده بنجيب صحف القيمة الاجارية بتساوي اجمال القيمة الايجارية في تمانية وستين في المية آآ ايا كانت القيم بتطلع معاك مع الاح及 بتحطها نحسب بعد كده وعاء الضريبة اللي هو بيساوي صحف في القيمة الايجارية بعد الاعفاء الاعفاء عندي الف ومتين جنيه آآ بنحسب الضريبة الضريبة بيساوي الوعاء في عشرة في المية ولو حسبناها تطلع معاك عشر تلاف تمنمية ستة وتمانين ستة وتسعين جنيه. دي الشقة الاولانية مستخدم عيادة طبيب. طيب الشقة التانية للممول واسراته. طيب هل الاعفاء هنا هيبقى زي الحالة اللي قبل كده. اللي هلف ومتين جنيه? لا هفكرك. احنا هنضرب ايه الاعفاء? او هنطرح الاعفاء اربعة وعشرين الف جنيه. لان ده شقة مستخدمة سكن الممول واسراته. آآ ثانيا هنضرب آآ صف القيمة الايجارية في آآ تمانية وستين في المياه زي الحال فاتلا هنضربها هنا في سبعين في المية. تعال نطبق بقى العملية دي هنقول القيمة السوقية بتسعة مليون. القيمة الرأس مالية بتسوي القيمة السوقية في ستين في المية. واجمال القيمة الايجارية بيساوي القيمة الرأس مالية في تلاتة في المية. صف القيمة الايجارية بيساوي اجمال القيمة الاجارية في سبعين في المية. وعاء الضريبة بيساوي سوف الاجارية ناقص الاعفاء اربعة وعشرين الف في هذه الحالة. هيديني الضريبة بيساوي الوعاء في عشرة في المية. لو عملنا الحزبة دي هتطلع تسع وتمانين ربعمية الوعاء في عشرة في المية سعر الضريبة. يطلع تمنتلاف تسعمية واربعين جنيه آآ الضريبة في هذه الحالة. طيب ناخد بقى خلاص كده خدنا مراجعة على حساب الضريبة العقارية هنبتدي نتكلم عن تحصيلها طرق التحصيل عندي تلت طرق نقول للراجل اللي ادفع الضريبة الممول فيبقى عندي طريق ودي هيقول خلاص هنهدفع الضريبة ده طريق ودي يعني ايه هنطلب هنقول هنحصل الضريبة في احنا كمصلحة ضرائب في مقر مأموريات الضريبة العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون الحاجة الى مطالبة الممول في مقره مش لازم يقوله البيت هو يروح يسدد طب هنقول للراجل اللي ادفع دي الحالة الاولى الحالة التانية هنقوله ادفع هيقول لا مش دافع هنعمله عليه حجز اداري وبالتالي اذا توقف الممول عن سداد الدريبة يتم تعصيله عن طريق الحجز الاجداري اي حجز على العقار والمنقولات الممولة الممولة والموجودة في العقار الحالة التالتة اذا ثبت او اذا اثبت الممول عدم قدراته على السداد وجب ورق ويزبت ان هو في ايه مش هيقدر يسدد الضريبة العقارية ففي هذه الحالة تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأداءة مش يبقى الدولة هتحمل بس هو يجيب ورق ويزبت ذلك طب الاعفاءات الضريبية دي تالت حاجة عندنا واخر نقطة في الضريبة العقارية وان كنا نقلصناها الاعفاءات الضريبية بيقولك يعني ايه يعني في بعض العقارات العقارات معفاء من الخضوع للضريبة اه او معفاء من الضريبة من ضمنها هنقول نمرة واحد الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا لقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة الاقراض التي انشأت من اجلها اه ابنية كمان المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات التي لا تهدف للربح نمرة ثلاثة المقار المملوكة للاعزاب السياسية والنقابات المانية برضو بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها نمرة اربعة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف ساكن رخاصا رئيسيا لهوة لأسراته والتي يقل صافق متى الاجارية السنوية عن اربعة وشنالف جنيه الى الاعفاء بتاعنا لما نجي نحسب التمارين بتاعتها كنا بنترح اربعة وشنالف لهو ده نص القانون في هذه النقطة على ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل اسرة وتشمل الاسرة في تطبيق حكم هذا البند الشخص المكلف وزوجته واولاده القصر بين قسين يعني بداية ربط الضريبة القيمة السكال العقار لاغراض السكن اتنين مليون جنيه برضو من ضمن الاعفاءات كل واحدة في عقار مستخدمة في اغراض تجارية او صناعية او ادارية او مانية بيقل صافق متى الاجارية السنوية عن 1200 جنيه على ان يخضع مازانا للضريبة يعني بداية ربط الضريبة 100000 جنيه في هذه الحالة اللي هي حالة استخدام العقار لاغراض غير السكن من ضمن الاعفاءات برضو ابنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها الشباب والرياضة تروح تتضرب تمرين المكان ده هو موقفة من الضريبة العقارية كمان العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية سفرات والحاجات دي والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح اللي هي دور مناسبات ده كده نكون خلصنا تماما الضريبة العقارية ولمناها وخدنا فيها تمارين بما يكفي فبالنسبة الاعفاءات اللي احنا لسه مخلصينها دي مطلوب منك تعرف الاعفاء بس مش هتحفظه عشان اتجات لك عبارات صح وغارات نبتدي ناخد نوع تاني من الضريب جديد بقى مختلف عن اللي فات كله اسمو الضريبة الجمركية هناخد فيها مفهوم الضريبة وخصائصها ثانيا رابط الضريبة يعني حسابها عايزين نعرف ايه الضريبة الجمركية دي والضريبة الجمركية هي ضريبة تفرض على السلع المستوردة من الخارج لتحقق اهداف متعددة ضمنها الاهداف المالية او الاهداف الاقتصادية او الاهداف الاجتماعية بالنسبة الاهداف المالية عايزين يعني نجمع اكبر قدر من المبالغ علشان نصرف على النفقات المختلفة في الدولة نمرى به الاهداف الاقتصادية عشان نحمي المنتجات الوطنية لو احنا عايزين نحمي صناعة معينة بنفرض ضريبة جمركية على السلع المستوردة المنافسة لها نمرى اخر جيم الاهداف الاجتماعية اه لو احنا عايزين مثلا نغير من سلوكيات الناس ونحدد من السلاك السلع تضرب الصحة كالدخان مثلا في الحالة دي بنفرض ضريبة جمركية مثلا على السجير وهكذا اه خصائص الضريبة الخصائص انها لم تهلك فيه جدول من خدين خانة اسم الخاصية او السمات او الصفات اللي بتتصب بها ضريبة جمركية ومعناها وده يهمك انت تعرف اسم الخاصية ومعناها عشان اذا جيه لك عبارات صح وغلط في الموضوع هي ضريبة جمركية ضريبة غير مباشرة يعني تفرض على الممول الذي يقوم بسدادها الى المصلحة الجمارك ولا يتحمل عبقها بل يقوم بنقل عبقها للمستهلك الاخير للبضاعة يعني احنا لو مستوردين بضاعة من الخارج المستورد بيدفع فيه جمارك مبلغ ضريبة جمركية وبيحملها على ثمن البضاعة وبالتالي هو حملها على حد تاني اللي هو المستورد واللي تحملها في النهاية هو المستهلك الاخير للسلعة او البضاعة ثانيا هي ضريبة عينية يعني ما بترعيش الظروف الشخصية للممول نمرة ثلاثة تفرد على جميع السلع الوردة يعني ايه اي سلعة مستوردة الاصل فيها انها تفرد عليها ضريبة جمركية والاستثناء انها ما تتفردش نمرة اربعة تفرد على اساس ايه فعلي اه الضريبة اللي احنا خلصناها اللي هي العقرية اللي لسه مخلصينها ديا دي بتفرد على اساس تأدير يعني عملت نقول القيمة السكال مقدرة وهكذا لكن هنا بقى في الضريبة الجمركية بتفرد على اساس فعلي يعني بتفرد على اساس قيمة الفعلية للسلعة قيمة السلعة هي دا الوعاء بتاعنا اللي احنا الفعلي الفعلي اللي هو التمن مدفوع فعلا اه من ضمن الخصائص تتصب باستمرارية الحصيلة تتميز الحصيلة الجمركية باستمرارية وغزارة الحصيلة وذلك اه لضعف شؤور الافراد بابقاها لانها لا تظهر بصورة مستقلة عن ثمن السلعة التي يشتريها الافراد اه من ضمن الخصائص برضو اخر خاصية ضريبة نسبية ونوعية اه هي نسبية بتفرد بالنسبة معينة على بعض السلعة حسب السلعة فيه ضرائب الجمركية يعني من زي العقارية كانت عشر في المية رقم سابت او نسبة سابت لا هنا بتختلف حسب فيه سلعة بقى مثلا تبقى عشر في المية خمسة في المية عشرين في المية وكذا بعض السلعة بعض السلعة التانية عشان كده منسميها ضريبة نوعية بتفرد في صورة مبلغ ناء دي سابت يعني نقول مثلا تفرد ضريبة كمركية على الدخان والسجائر المستوردة قدرها عشرة جنيه على كل كيلو يبقى اذا قد تفرد بصورة نسبة او تفرد بصورة مثلا عشرة جنيه على كل كيلو عشرة جنيه على كل متر وهكذا شكرا لحكس نستمعكم وبالتوفي ان شاء الله اشتركوا في القناة